موسيقى إزاي؟ لأن أنا بقول إن إبليس بفكرة يقدر يضل الأمم بفكرة واحدة يقدر يخلي قائد يدخلنا في حرب تبيد ملايين وده حصل عبر التاريخ وما زال بالضبط فيجي السؤال هل إبليس يقدر يدخل فكرة؟ أب يدخل والكتاب مليان بآيات تقول كده يعني مثلا في لوقة 9 46 والتلاميذ قاعدين كلهم يقول ودخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم إزاي هم قاعدين كلهم دخلهم الفكر في نفس الوقت مين دخلهم؟ هو إبليس فدخلهم كلهم في صراع مين الأعظم؟ مين الأول؟ مين الأكبر؟ ياه؟ مين اللي عمل كده؟ لما نيجي ناخد قصة حنانية وسفيرة فبطرس يقول له إيه يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ يبقى مين اللي دخل الفكرة؟ فهو بيدخل فكرة عبر التاريخ والكتاب مليان لما يخلي واحد زي هتلر يدخل في حرب ما تقدي مصيبة لما يخلي فأنا بقول من وكهة نظري برضو بقول إن إبليس بيشتغل على حربين إن إبليس هدفه الأول يعمي أذهان غير المؤمنين فعايز يعمي ده حتى الحقي بواضح لكن يعميه وطبعا ده واضح في كورينسوس الثانية أربعة أربعة لما يقول الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين فبقول الهدف الأول يعمي أذهان غير المؤمنين الهدف الثاني يفسد أذهان المؤمنين فهو يعمي أذهان غير المؤمنين يفسد فيدخل الكنايس ويفسد الزهن بتعليم غلط بأفكار غلط وطبعا قال الرسول في كورينسوس الثانية 11 ولكني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم تمام فهو طيب أجي مرة تقوليه نجح؟ آه ده نجح ببراعة أهانكم عن البساطة التي في المسيح يعني ناصر تتحبك أمور معقدي فهو دخل الشكوك آه نجح نجح وببراعة أبسط مثال لما عد أبص على خريطة العالم النهار ده ده غير لما بقول هتلر دخلنا في حرب بصدام معرفش عملية ومن خلال فكرة مجنونة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر